بسم الله الرحمن الرحيم سيرة ذاتية الشيخ محمد موسى حيدر العاملي من جمهورية لبنان من مواليد عام 1971 أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف وقوم المقدسة حضر المقدمات والسطوح عند ثلة من علماء قوم المقدسة وحضر البحث الخارج لمدة عشر سنوات عند آية الله الشيخ الوحيد الخرساني داما ظله كما حضر بحث آية الله السيد محمد سعيد الحكيم قدس سرف في النجف الأشرف وكان ملازما له إلى حين وفاته أسس مدرسة الحر العاملي الدينية في النجف الأشرف التي تعنى بشؤون الطلبة المبتدئين لا سيما من أبناء الجالية اللبنانية وما تزال قائمة إلى اليوم تحت ظل ورعاية المرجل على السيد السستاني دام ظله له عدد من البحوث والمؤلفات منها القيام عند ذكر القائم مقال مطبوع ضمن مجلة رسالة النجف إن فلوانزا التغيير ردا على بعض الأطروحات الحداثوية الهجينة للشيخ حيدر حب الله نقد مقدمة كتاب معرفة الحديث البهبودي رواية حماد عن الإمام الصادق عليه السلام الموذجا بحث منشور في مجلة الخزانة وله كتب لم تطبع بعد منها إزاحة العلة عن روايات الأجلة أصول الدين وضرورياته رسالة مفصلة في آية التخصير فليتفضل يلقي على مساء معنا بحث الافتتاح مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله باع في الرسل وجاعل الأئمة كي لا تخلو الأرض من حجة ولا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بل لله الحجة البالغة وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين المبشر بالمهدي من أهل بيته الطاهرين الذي لا تنقضي الدنيا حتى يظهر ويملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الدين إلى قيام يوم الدين الإخوة الحضور السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بداية أتوجه بالشكر للإخوة في العتبة العباسية المقدسة متمثلين بمتوليها الشرعي وأمينها العام وأعضاء مجلس إدارتها على إتاحة هذه الفرصة لأسجل اسمي في ديوان من شارك في ذكر مولانا وسيدنا وإمام زماننا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والتذكير بإمامته وبحضوره وبوجوده وبفاعليته في هذه الأمة بطبيعة الحال لا بد أن يكون الكلام في ختام إصبوع الإمامة عن الإمام الخاتم عليه السلام وقد ارتأى الإخوة الأتارم القيمون على هذا المؤتمر المبارك أن يتمحور الحديث حول التوقعات الشريفة الصادرة من ناحيته المقدسة في فترة الغيبة الصغراء ومن المعلوم لنا جميعا كما حدثتنا به الروايات المستفيدة وشهد بصدقها واقع الحال أن الإمام الثاني عشر عليه السلام كان له غيبتان صغرى وكبرى وعلى حد تعبير شيخنا المفيد قصرى وطولى وهذا التعبير يناسبه ما ورد في بعض الروايات أو في كثير من الروايات من أن له غيبتين إحداهما أطول من الأخرى وأيضا قد يعبر عن هاتين الغيبتين بالغيبة الجزئية والغيبة التامة لأنه أيضا ورد في بعض الروايات كما تعلمون ومنها التوقيع الأخير الصادر من ناحيته المقدسة إلى سفيره الرابع علي بن محمد السمري أنه لا توصي إلى أحد من بعدك فقد وقعت الغيبة التامة الغيبة التامة وما يقابلها هو الغيبة الجزئية لأنه بقطع النظر عن التسميات ما تتميز به فترة ما بين ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى عام 329 للهجرة سنة وفاة السفير الرابع عما بعد هذه الفترة ما تتميز به هاتان الفترتان أمران أساسيا الأمر الأول قصر مدة أولاهما 69 سنة في قبال طول مدة الأخرى اللي هي استمرت من سنة 329 إلى يومنا هذا يعني ما يقارب من 1186 سنة تقريبا فتتميز هاتان الفترتان بقصر أولاهما وهذا طبيعي من جهة أن أولاهما كانت تمهيدا لثانيتهما وتهيئة للواقع الشيعي لتقبل فكرة الإمام المنقطع عن شيعته ومواليه حتى لا يصدم الواقع الشيعي بهذه الحقيقة بشكل مفاجئ ومباشر لذلك كان في مرحلة قصيرة هذه المرحلة القصيرة تميزت بماذا أيضا مع قصرها بأنه كان هناك نحو من الاتصال بين الإمام وبين شيعته لم ينقطع عليه السلام عن شيعته انقطاعا كليا وإنما كان يتصل بهم ويتصلون به من طريق السفراء المنصوبين من قبله فكانت تخرج التوقعات من ناحيته إلى شيعته عبر هؤلاء السفراء إما ابتداءا أو جوابا على ما يسأل الشيعى عنه مما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم طبعا هاتان الميزتان الأساسيتان اللتان تتميز بهما هاتان الفترتان وهاتان الحقبتان الزمانيتان إحداهما إحدى الميزتين وهي قصر وطول المدة ليست ذات صلة بمحور بحثنا وهو التوقعات وإن كان يجدر التنبيه إلى أنه طول المدة يوجب الغربلة والطمحيص كما وردت الإشارة في الآيات والروايات قال عليهم الأمد فقصت قلوبهم الاعتقاد بداية بإمام غائب عن الأنظار لا يمكن الاتصال به أو رؤيته أو أخذ التعاليم بشكل مباشر منه قد يكون سهلا في بداية الأمر مع قصر المدة مع وجود سفراء يتصلون به ويوصلون رسائله إلى شيعته ولكن كلما طال الأمد بطبيعة الحال تبدأ القافلة بالتعب يبدأ ضعاف النفوس أصحاب العزيمة الواهية بالتشكيك ثم الارتداد عن القول بإمامته كما ورد في الروايات حتى يقول قائلهم مات أو هلك ولا يثبت على هذا الأمر إلا أصحاب البصائر إلا الصابرون إلا أصحاب العزيمة القوية الذين ينجحون في هذا الامتحان الكبير والذين يثبتون على القول بإمامته في زمن غيبته والذين بشرهم أمير المؤمنين عليه السلام في الروايات بأنهم معه في درجته في الجنة جعلنا الله تعالى وإياكم منهم ورزقنا حسن الخاتمة وحسن العاقبة على كل حال الذي يهمنا فعلا أو الذي يرتبط بمحور بحثنا فعلا هو مسألة اتصال الإمام الحجة بشيعته في فترة غيبته الصغرى من طريق السفراء المنصوبين من قبله الذين كانت تخرج التوقعات من طريقهم إلى الشيعة وطبعا لم يقتصر الأمر كما تعلمون على وجود السفراء الأربعة فحسب كان هناك وكلاء للإمام عزل الله تعالى فرجه الشريف منتشرون في أسقاع الأرض وفي أماكن تواجد الشيعة وكان الشيعة يتصلون بالسفراء من خلال الوكلاء الثقات المعينين من قبل الناحية المقدسة والسفراء كانوا يتصلون بالإمام عليه السلام هذه الحقبة حقبة فترة الغيبة الصغرى تستحق مننا كشيعة أن ندرسها بجوانبها المختلفة يعني الجانب السياسي في تلك الحقبة الجانب الإجتماعي في تلك الحقبة الثقافي في تلك الحقبة الديني في تلك الحقبة تستحق أن يكتب عن تلك الحقبة حقبة الغيبة الصغرى دراسة متكاملة تتعرض لكل أبعاد تلك الحقبة ولكن فيما يتعلق بالتوقعات التي هي محل بحثنا الصادر منه كما أشار جناب السيد الصادر من الناحية المقدسة أولى أقل فلنقل ما وصل إلينا مما صدر منه من التوقعات سلام الله عليه ما يقرب المئة توقع هذه التوقعات بالخصوص بقطع النظر عن دراسة تلك الحقبة ككل هذه التوقعات بالخصوص تحتاج منا إلى دراسة فقهية رصينة ليش؟ لأن هذه التوقعات في الحقيقة لا تختلف عن سائر الروايات الواردة عن آئمة أهل البيت عليهم السلام والتي يجب أن تدرس على ضوء أصول المذهب وقواعد المذهب والطريقة المتلقات عن الأئمة عليهم السلام والمعمول بها بين فقهائنا فقهائنا ما عندما أقول فقهائنا؟ يعني الفقهاء من أصحاب الأئمة من زمن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إلى يومنا هذا يجب أن تدرس على هذه الطريقة ولكن عندما أقول أن هذه التوقعات يجب أن تدرس دراسة فقهية رصينة لا أقصد بذلك أنه يجب أن ندرس البعد الفقهي في هذه التوقعات فحسب لا البعد الفقهي في هذه التوقعات درسه علماؤنا وإن كان يتحمل مزيد بحث باب الاجتهاد عندنا مفتوح ولا ينسد أبدا ولكن البعد الفقهي لهذه التوقعات تعرض له علماؤنا وفقهائنا في الأبواب الفقهية المختلفة على سبيل المثال كلكم يحضر في أذهانكم التوقيع الصادر من الناحية المقدسة لإسحاق بن يعقوب اللي يرويه الشيخ الكلين ويرويه شيخنا الصدوق وشيخنا الطوصي عبر الكلين عن إسحاق بن يعقوب اللي فيه الفقرة المشهورة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى فقهائي إلى رواة حديثنا عفوا فإنهم حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليهم وأوسع علماؤنا في كتبهم الفقهية هذه الفقرة من التوقيع أوسعوها بحثا سندا ودلالة وهل يمكن أن يستفاد منها مجرد الإمضاء السيرة القائمة على الرجوع إلى الفقهاء وأخذ الأحكام منهم أم يستفاد منها جعل ولاية القضاء وفض النزاع والخصومة للفقيه أو لا يستفاد منها أزيد من ذلك ثبوت الولاية العامة للفقيه فيما يرجع إلى الأمور العامة وإدارة الشؤون ونحو ذلك هذا بعد موجود هذه الأبحاث إنما عنيت عندما قلت أن تدرس هذه التوقيعات دراسة فقهية رصينا مو دراسة البعد الفقهي في هذه التوقيعات بل دراسة كل الأبعاد الموجودة في هذه التوقيعات سواء كانت أبعاد عقائدي أو فقهي أو تاريخي أو أخلاقي أو غير ذلك من الأبعاد تربوي، اجتماعي، فضائل، كرامات، مثالب كل هذه الأبعاد تدرس على ضوء ماذا؟ على ضوء الأسس والقواعد المعمول بها بين فقهائنا تدرس هذه الأبعاد دراسة فقهية بحيث يدرسها الباحث بما هو فقيه وهذا يعطي طبعا لا يخفى عليكم كم أنه يعطي هذه الأبحاث عند ذلك قيمة علمية من جهة وتميزا عن غيرها من الأبحاث من جهة أخرى أذكر كمثال حي على ذلك ما قام به سيدنا وأستاذنا السيد محمد السعيد الحكيم قلت سره من فتح إذا صح التعبير في هذا الجانب لما تطرق خارج إطار الفقه وله كتابات فقهية وأصولية لا تقفى عليكم ولكن تطرق إلى العقيد في كتابه أصول العقيد وفي رحاب العقيد إلى التاريخ والسيرة في كتابه فاجعة الطاف إلى سيرة النبي الأعظم في كتابه خاتم النبيين ما يميز هذه الكتب وما يجعل لها تميزا في المكتب الشيعي أنه كتبها فقيه من منظور فقهي وبلسان الفقهاء وبفهم الفقهاء وبتحليل الفقهاء وعلى أساس الضوابط اللي يعمل بها الفقهاء مو بس مجالها الفقه لكل مجال من المجالات العلمية ضوابطه الخاصة التي يعرفها الفقيه فللعقيدة ضوابطها وللفقه ضوابطه وللتاريخ ضوابطه على كل حال هذا ما أحببت أن أشير إليه أنا ما أريد أن أتطرق في هذه الكلمة الافتتاحية وليه في الحقيقة مورقة بحثية وإنما كلمة افتتاحية ما أريد أن أتطرق إلى موضوعات خاصة واردة في التوقعات فإن هذا موكل إلى الباحثين الكرام عندما يقدمون مطالعاتهم بهذا الصدد وإنما أريد أن أفتح بعض الأفاق فيما يتعلق بموضوع التوقعات ككل على كل حال هذه التوقعات كما عرفتم تحتاج إلى كما قلنا دراسة فقهية رصينة ومتأمية أحب أن أشير إلى أمرين على سبيل المثال في هذه التوقعات ككل الأمر الأول هو ما يذكره البعض مما قد يتخذ ذريعة للتشكيك بموثوقية هذه التوقعات ككل ما أريد أن أقول أن البعض يشكك في سند هذا التوقع هنا أو لم يثبت عنده صحة هذا التوقع هناك هذا كما قلنا بحث فقه تقصص توقيع إسحاق بن يعقوب وكما تعلمون إسحاق بن يعقوب لم يوثق لفيه فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا لم يوثق صريحا لم يوثق أسا البعض يضعفون كسيدنا الخو يقدس الله سره ويضعف هذا التوثيق بحجة جهالة إسحاق بن يعقوب وإن كان ما قبل إسحاق بن يعقوب التوقع مما يعلم بصدوره يعني لأنه من يرويه الشيخ الصدوق عن جماعة عن جماعة فيهم شيخه المفيد عن مهم الرواة ما قبل إسحاق بن يعقوب علماء أجلات ثقات من أركان المذهب وإسحاق بن يعقوب لم يوثق هناك من يضعف التوقيع هناك من يقول مطمئن بصدوره كسيدنا الأستاذ الحكيم قدس سره وغيره أيضا من جهة أنه من البعيد جدا أن لا يكون الكليني أتقن أمر هذا التوقيع قبل أن يرويه وينقله إلى أجلة علمائنا من جهة احتمال أن يكون إسحاق بن يعقوب هو الأخ الأكبر للكليني لأن الكليني هو محمد بن يعقوب بن إسحاق وقد ورد في بعض النسخ إسحاق بن يعقوب الكليني أيضا على كل حال ذاك بحث آخر إحنا ما قلنا شغل ولكن البعض قالوا كل هاي التوقيعات مو موثوقة عند علمائنا ليش يابا مو موثوقة عند علمائنا؟ قالوا لأن المحمدين الثلاثة لم ينقلوا هذه التوقيعات في كتبهم شيئا من هذه التوقيعات في كتبهم الأربعة اللي هي شهدوا بصحة ما فيها وأعدوها للفتوى وللعمل وهذا الأمر يريب كلين ما أورد شيئا من التوقيعات في كافية الصدوق في من لا يحضره الفقيد الشيخ في التهذبين قالوا في هذا يشي بأن هذه التوقيعات لم تصل إلى هؤلاء الأركان بنحو يوجب الوثوق بها والركون إليها وإلا لا أوردوا شيئا منها في كتبهم الأربعة اللي هي أهم كتب الشيعة الحديثية وعليها مدار الاستنباط وإليها مرجعهم في الوصول والفروع ولكن يا إخوة لا يخفى عليكم أن هذا التشكيك في غير محل التوقيعات كما ذكرنا ما يقرب من مئة التوقيع صحيح لم يرد المحمدون الثلاثة شيئا من هذه التوقيعات في كتبهم الأربعة ولكن لا لعدم موثقيتها عندهم وعدم وصولها إليهم بنحو يركن إلى لا أبدا مصادرنا الحديثية لا تنحصر بالكتب الأربعة كما تعلمون يعني مثلا من باب المثال محاسن البرقي اللي هو أقدم عهدا من الكتب الأربعة هو من مصادرنا الحديثية المهمة ويظهر من كتب الفهارس أن محاسن البرقي أضعاف ما وصل إلينا منه يعني كان يضم مئة وعشرين كتابا ما وصل إلينا منه ثلاثة عشرة كتابا كان أضعاف ما وصل إليه لعله كان بحجم الكافي الشريف مثلا ولكن وصل إلينا منه هذا المقدار أخو هذا من المصادر الحديثية الشيعية كتب الصدوق غير من لا يحضره الفقيه العلال ومعاني الأخبار وعيون الأخبار وغير ذلك من كتب ومصنفات علمائنا الحديثية هذه كلها مصادر الحديث مصادرنا الحديثية لا تنحصر بالكتب الأربعة حتى نقول إذا الحديث لم يوجد في الكتب الأربعة فهذا غير صحيح وغير موثوق ولا يمكن العمل به ولا يمكن الركون لهذا أولا ثانيا المحمدون الثلاثة لم يوردوا هذه التوقيعات في كتبهم الأربعة ليس لعدم وثوقهم بها بل لأنهم ألفوا كتبا مخصوصة في الغيبة وشؤون الغيبة إحنا عندنا عنوان كتب الغيبة عند علمائنا اللي منها كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق منها كتاب قبل الصدوق كتاب الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني المعروف بابن أبي زينب صاحب كتاب الغيبة اللي هو تلميذ الشيخ الكليني وراوي الكافي كمال الدين للشيخ الصدوق يعد من كتب الغيبة كتاب غيبة شيخنا الطوصي وعلماؤنا أفردوا لهذه التوقيعات في كتب الغيبة أبوابا مستقلي الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين أورد من هذه التوقيعات تسعة وأربعين توقيعا وشيخنا الطوصي رضوان الله تعالى على الشيخ الطائفة أورد في كتاب الغيبة في باب مستقل أيضا لهذه التوقيعات ثلاثة وأربعين توقيعا منها أثنى عشر توقيعا نقلها عن الشيخ الصدوق خلو نشيل من تلاتة وأربعين إثنى عشر توقيعا واحدة وأربعين توقيع مع تسعة وأربعين توقيعا وردها الشيخ الصدوق يعني عم نحكي ب ماذا بثمانين عفوا ب بلي تسعين توقيعا وهناك توقيعات أخرى نقلها علماء متأخرون عن الشيخ الطوسي كالشيخ الطبرسي وغيره نقلوها في كتبه يبقى أنه واحد يسأل أخو الكوليني الكوليني اللي هو مو بس صاحب كتاب الكافي اللي هو أهم وأجل للكتب الأربعة الكوليني يتميز بأنه عاش كل حياته في زمن الغيب الصورة الكوليني توفي عام 329 اللي هو عام ماذا؟ العام الذي توفي فيه السفير الرابع ووقعت الغيبة الكبرى والغيبة التامة فضلاً عن أنه عاش حياته في زمن الغيب الصورة فترة من حياته عاشها في بغداد وكان معاصراً للسفراء وبالتالي لم لم يورد في الكافي شيئاً من هذه التوقعات هذا بكل بساطة يا أكوان لأن الشيخ الكوليني رضوان الله تعالى عليه له كتاب لم يصل إلينا عنوانه ماذا؟ رسائل الأئمة عليه السلام وهذه التوقعات هي من جملة رسائل الأئمة لأن التوقيع لم يكن مختصاً بفترة الغيبة الصورة عملية المكاتبة والمراسلة بين الشيعة والإمام بدأت من زمن الإمام الكاظم عليه السلام وما فرضته ظروف سجن الإمام من أن يكاتبه الشيعة ويكاتبهم واستمرت في زمن الهادي والعسكري إلى زمن الإمام المهدي عجل الله في زمن الغيبة الصورة فلابد أن الشيخ الكوليني قد ذكر هذه التوقعات وإن قد ذكرها في كتابه رسائل الأئمة ولكن للأسف هذا الكتاب من جملة الكتب التي لم يصل إلينا من مؤلفات الشيخ الكوليني وإن كان الشيخ الكوليني مقلاً يعني ليس كثير التأليف كما شيخنا الصدوق ولكن لم يصل إلينا من مؤلفات الشيخ الكوليني سوى كتاب الكافي الشريف وكفى به وكفى به كتابا معتمد الفرقة الناجية أصولا وفروعا وأجل كتبنا الحديثية هذا الأمر الأول الأمر الثاني اللي أحب أن أنبه إليه بالمقدار الذي يسعه الوقت وأترك الكلام للإخوة الباحثين هو أنه هناك نقطة مهمة طبعا كان هناك أمور أخرى أحب أن ننبه إلينا ولكن الوقت لا يسع هناك نقطة مهمة يجب أن نلحظها فيما يرتبط بتلك الحقبة حقبة الغيب الصدق وهي أنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سده باب السفارة بعد وفاة السفير الرابع بنحو قاطع لا لبس فيه ولا شيء فيه يعني إحنا مو أنه ترى أكو فرق بين نظرتين مرة نقول السفير الرابع توفي وبعد وفاته لم تعد تصدر التوقعات سممكن بعدين بعد مدة تصدر توقعات ممكن بعد مدة يجي فد واحد يقول أنا سفير الإمام إليكم وأنقل إليكم تعليماته بشكل مباشر وأخرج لكم التوقعات من قبله لا مو هالشكل القضية الإمام صلوات الله عليه لعل أحد إحدى المطالعات التي سيذكرها أحد الباحثين الكرام ترتبط بتوقيع السمري اللي هو السفير الرابع الإمام نعى إلى السمري نفسه قبل أيام من وفاته وقال إنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فأجمع أمرك ولا توصي إلى أحد من بعدك فقد وقعت الغيبة التامة وسيأتي من شيعتي من شيعتي يعني من منتحلي التشيع في الحقيقة كما سنبين سيأتي من يدعي الرؤية والمشاهدة ألا فكل من ادعي الرؤية والمشاهدة بعد ذلك فهو كاذب مفترم كاذب مفترم وخرج هذا التوقيع من السمري إلى الشيعة وتأكدت هذه الحقيقة بين الشيعة بأين هو يا أخوان بنحو أن الشيخ الطوصي يروي في كتابه الغيبة بسند صحيح أعلى أي إذا يحضرني السند الآن في ذهني يروي عن شيخه المفيد شيخ الطائفة في زمنه رضوان الله تعالى عليه عن أبي الحسن علي بن بلال المهلبي الذي هو ثقة جليل كان شيخ الشيعة بالبصرة عن محمد بن جعفر بن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات اللي يقول في حقه النجاشي كل ما يوصف به الناس من جميل وثقة وثقه فهو فوقه عن ابن قولويه ماذا؟ أن من ادعى الرؤية والمشاهدة بعد السمري آه مو هالشكل يقول عندنا ابن قولويه عندنا مو يعني عندي عندنا يعني عند الشيعة ابن قولويه متى توفي؟ 368 للهجرة يعني ابن قولويه مخضرم عاصر أواخر الغيبة الصغرى وعاصر أوائل الغيبة الكبرى الكبرى يقول عندنا عندنا معاشر الشيعة يعني هذا من ضروريات مذهبنا عندنا أن من ادعى الرؤية أي رؤية؟ هس هذا يدخل في البحث الفقه الرصيني اللي أنا قلت عنه خشلون بعض علماءنا يدعيون تشرف المشاهدة الرؤية المتيقن هو رؤية الإمام بالنحو الذي كان يراه به السفراء ويتصلون فيه به يعني رؤية الإمام بالنحو الذي يصدر من خلال من يراه توقيعات وتعليمات وأوامر وناهي وتقييمات للأشخاص وتنصيب وعزل إلى شيعته هذا هو المتيقن فمن ادعى الرؤية بعد ذلك فهو شو يقول ابن قولويه؟ فهو منمس يعني مخادع كافر ضال مضي حكم بالكفر؟ حكم بالكفر وديروا بالكم لا يحكم بالكفر إلا إذا كان ما أنكر ضرورة من ضرورات الدين قصة واحد يقول لي خو شيخنا هو اللي ينكر أصل الإمامة ما نحكم بالكفر الإمامة مو ضرورة من ضرورات الدين طبعا ما جاي نحكي الآن عن الدين الواقعي اللي هو سبب النجاة من الهلكة يوم القيامة لا نحكي عن الدين هذا الدين الإسلامي الظاهري اللي به تحقن الدماء وعليه تدور المناكح والموارث اللي ينكر أصل الإمامة ما يحكم بكفره شلون اللي يدعي رؤية الإمامة أهي أشير إلى هذه النقطة وأختم بها يكون نلتفت منكر ضروري المذهب عند علمائنا القدماء كن حاكمهم على مبانيهم مو على مبانينا الخاصة اللي قد نخالفهم فيها منكر ضروري المذهب عند علمائنا القدماء مرة يكون انتاره لضروري المذهب وسيلة لإبراز ردته عن المذهب بعد أنا مو شيعي صرت مسلم أنتمي إلى مذهب من المذهب الإسلامية الأخرى غير التشعر هذا لا يجب الكفر حاله حال بقية المسلمين واحد ارتد عن المذهب صار مخالفا للشيعة مسلم كغيره من المسلمين ومرة لا ينكر ضروري المذهب مع ماذا؟ مع ادعائه أنه من أبناء المذهب كما يعبر صاحب الجواهر إنكار ضروري المذهب من ذي المذهب مو جاي يقول لك أنا بطلت شيعي بطلت إمامي 12 لا أنا شيعي إمامي 12 بس ماكو متعة بالتشيع عقد المتعة حرام زنا كما يمثل صاحب الجواهر يقول منكروا إنكاروا الظاهروا عبارة صاحب الجواهر هالشكل الظاهروا أن إنكار ضروري المذهب من ذي المذهب كفر ليش؟ يعللهم يقول لأنه يرى الدين هو ما عليه من المذهب هذا شن قلنا؟ قل لي أنت صرت سني مو شيعي؟ قل لا أنا شيعي أنا ما أعتقد بعقائد المذهب الإسلامية الأخرى بس التشيع ما به حلية المتعة التشيع أنا شيعي أعتقد بالإمام الثاني عشر ولكنني أعتقد أنه يمكن التواصل معه وأخذ التعليمات منه وبثها إلى الشيعة في زمننا هذا هذا كفر بصريح قدماء علمائنا على كل حال هاي إشارة بسيطة البحث فيه تفصيل أكثر ولكن الوقت أدركنا أكتفي بهذه الإشارة على أمل أن يوفقنا الله عز وجل لتفصيل الكلام في ذلك أكثر أشكر لكم حسن استماعكم وإصغائكم أرجو أن تغفروا تقصيري وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لأن نكون خدام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وخدام الشريع الغراء التي جاء به جده صلى الله عليه وآله وأستغفر الله تعالى لي ولكم والحمد لله رب العالمين